اشتركوا في القناة وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحكامي في لقاء متلفز ان احتمالية وجود السلالة المتحورة في العراق ضعيفة لعدم وجود تواصل كبير مع الدول التي ظهر فيها ولا يمكن القول ان العراق سجل اي حالة من المتحور اوميكرون واضاف ان انخفاض الاصابات والوفيات بكورونا في العراق تعني انتهاء الموجة الوبائية الثالثة مشيرا الى ان اغلب الاصابات الموجودة في العراق هو من متحور دلتا وافاد الحكامي ان الاستعدادات جيدة لمواجهة المتحور الجديدة مبينا ان الحالات الحارجة في جانب الكرخة بدأت بالارتفاع من 7 الى 12 حالة واصابات كورونا في الكرخة اعلى من الرصافة رغم قلة الكثافة السكانية اشتركوا في القناة